التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بوكيل سيكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير تناول لقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وكذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهم قوات حفظ السلام التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بوكيل سيكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام في ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الأقليمي والدولي حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة